أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم رسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواه جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائل عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله ولوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخله الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه مرضوا عنه وأعد له جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم فلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة وتطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليهم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسير الله عملك ورسله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأول الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليهم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحرفن إن أردنا إلا الحسنا والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورغوان خير أم من أسس بنيانه على شفا دوف أهار فانهر به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجد والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائدون العابدون الحامدون السائدون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وغشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفروا إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إلئيا فلما تبين له أنه عدو لله تبرع منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له أرض السماوات والأرض يحيي ويمير وما لكم من ذو لله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة حسرة من بعد ما كاد يزيد قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم وعلى الثلاثة الذي يخلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض جمار رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واخونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيقهم قمأ ولا نصر ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موت أن يغيذوا الكفار ولا ينالون من عدوه النيلا إلا كتب لهمه عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافا فلأولا نفرمه كل فرقة منهم طائفة يدفقهم في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَادِرُوا الَّذِينَ يَلُّوا لَكُمْ مِنَ الْغُفَّارِ وَالْيَجِدُوا فِيهُمْ غِلْغَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وإذا ما أنزلت صورة فمنهم من يقول أن يكم زادته هذه إيمانا فأم الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأم الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَرُونَ فِيهُمْ لِعَابِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتْلُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وإذا ما أنزلت صورة نطر بعضهم إلى بعض هل يركم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قول لا يفطهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلاه عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لأمر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى وجر منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن له قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يذكر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات في القسطة والذين كفروا لهم سراب من حبيب وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره مناسل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافل أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تدري من تحتهم الأنهار في جنة النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجد الله للناس الشر استعجالهم للخير لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في ضغيانهم يعمه وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسا كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا الكل من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا يؤمنوا فذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلنا خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليه آيات وبينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل كل ما يكون لي أن نبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدرة به فقد لبث فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افتر على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظال لا يفلح المجرمون ويعبدون من ذن الله ما لا يطرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعا أولا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عن ما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلف ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربي فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضرراء أمسكتم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله واسرعوا مكرا إن رسلنا يكتقون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم ريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الراج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكون النمي الشاكرين فلما أنجاهم إذا كن يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما مضيقوا على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنخلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخوفها وهوى الزيرة وظن أهلها أنهم قادروا عليها أتاها أمر لا ليلا أو نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا حسن وزيادا ولا يرهق وجوههم خطر ولا ذلة أولئك أصحاب جنتهم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات تزاء سيئة بمثلها وترهقهم بالله ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مدلما أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ويوم نحسنهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبعون فكفى بالله سهدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تغلو كل نفس ما أسلفت ورضوا إلى الله مولاه الحق مولاه الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرسقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأغصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلك من الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقك كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثره من لظن إن الظن لا يغلي من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأبيلوا كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاكبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمقصدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تصبح السم ولو كانوا لا يعطلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهجي العمي ولو كانوا لا يرسلون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن فالناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهاية تعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي دعيتهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كل أملك لنفسي ضررا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة من أجل إذا جاء أجلهم فلا يسترسلون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعزل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آبأتم به الآن وقد كنتم به تستعزلون ثم قيل للذين ظلموا توقوا عذاب الخلد هل تجسون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حق هو قل إيه وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لا افتدت به وأسروا الندمة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهتو ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فاجعلك منه حراما وحلالا قل ألا الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظنوا الذين يفترون على الله الكذب يوم القيام إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يسكرون وما تكونوا في سئل وما تتلو منهم ينقر آن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفدون فيه وما يعزل عن ربك من مثقال ضرطين في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في الكتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوص العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا إن يتبعون إلا الضن وإنهم إلا يخرصهم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهر مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدان سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطن لهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إلا الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاعوا في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم قوم وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم وشركاءكم ولا يكون عمركم عليكم أمة أنتم ما قضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سأزهكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في البلك وجعلناهم خلائف وأقرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل فذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعده موسى وهاروا لإلى فلعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم صحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحد لكما بمؤمنين وقال فرعون اعطوني بكل ساحر علم فلما جاء السحر قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيضطله إن الله لا يصلح عبال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذويكم من قومه على حوفهم من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لمن المصرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم طبلة وأطين الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت في العون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا بيقل عن سبيله ربنا طمس على أموالهم واشتر على كل بهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يرى العذاب الأليم قال قد أذيب الدعوتكما فاستقيما ولا تتبعان لسبيل الذين لا يعلمون وجوزنا ببني إسراء إلى البحر فأتبعهم في العون وجوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسراء إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم نمجيك ببذنك لتكون لمن خلفك آياء وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافرون ولقد بوأنا بني إسرائيلا وهو أصدق ورزق ذاه من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينه يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءت الحق من ربك فلا تكون لهم من المنترين ولا تكون لهم من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حفت عليهم كذبة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يرى بالعذاب الأليم فلولا كانت فوية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم ينس لما آمنوا كسفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم لاحين ولو شاء ربك لآمن معهم في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل عجس على الذين لا يعقنون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا نورة المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في سك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون منه دون الله ولكن أعبد الله الذي يطفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين ولا تدعو منه لله ما لا ينفعك ولا يضل فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وما مضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى كتاب محكمة آياته ثم هصلت من لذن حكيم خبير ألا تعبدوه إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم تنبوه إليه واتعكم متاعا حسانا إلى أجل مسمى ويؤتقوا الذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يخفون صدوركم ليستخفون ألا حين يستغسون فيها فهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذاق الصدور صدق الله العظيم